بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته معكم في أحمد الكاتب يتذكر الحلقة السابع عشرة ما هو الكنز الذي لقيته في لبنان؟ عندما كنت في العراق تقدمت لخطبة إحدى قريباتنا فرفض والدها لأني كنت طالب علوم دينية ولم أؤمن مستقبلي الاقتصادي وكان على حق فيما يبدو ولا ألومه على ذلك وعندما كنت في الكويت في السبعينات جاء قريب آخر مرة إلى بيت الله الحرام على الكويت وهو يعني يجلب معه ابنته التي كانت يبدو تهواني أو ترغب في الزواج مني وتخيلت أنني في الكويت وسوف أستقبلها هناك ولكن في الحقيقة لم أكن قد قررت الزواج وأنا أعيش بأوراق مزورة ووضع قلق فعادت حزينة باكية كما قالوا لي وعندما ذهبت إلى لبنان بعد ذلك بسنوات قررت الزواج من هناك وزرت بيت أحد الأصدقاء المؤمنين العزاء في برج البراجنة في بيروت الجنوبية الضاحة الجنوبية وهو الشيخ حسين أيوب فسهل الله عمرنا ووفقنا الله تعالى لاختيار إحدى أخواته الكريمات وهي السيدة الطاف أيوب وتم زواجنا خلال أيام وكان ذلك في الخامس والعشرين من أيار 1978 وكنت تلك الأيام أشرف على طباعة عدد من الكتب التي يقوم بتأليفها أعضاء في الحركة المرجعية كما كنت أطبع المجلة الداخلية للحركة المجاهدون وجريدة الشهيد التي بدأنا نصدرها في تلك الأيام في أيام الثورة الإيرانية باللغة العربية طبعا ورغم أنه لم تكن بيننا بيني وبين زوجتي علاقة سابقة ولا حب مسبق ولا معرفة ولكن الله قد رزقنا بكل ذلك بسرعة والحمد لله رب العالمين فتفهمتها وتفهمتني واعتبرتها كنزا ساقه الله لي ولطفا منه ونصيرا في مسيرتي وأنيسا في غربتي ورزقني الله تعالى منها ست بنات هنا أمل 1980 متزوجة منذ الفقار عيوب في لبنان ولديها أربعة أولاد وفاطمة ولدت 1982 متزوجة من أبو بكر إبراهيم وهو من الأخوة الأكراد في السليمانية ولديها ولدان صبي وبنت وبشرة 1985 متزوجة من أمار فوفانا وهو من أصول أسبانية أفريقية ولديها بنت ويسرى 1986 متزوجة من محمد إسماعيل من لبنان ولديها ولد وجنان 1988 متزوجة من هاني الحسن من القطيف ولديها ولدان وحنان 1994 طالبة ماجستير في الهندسة المعمارية وكما هي العادة في بلادنا قدم الأصدقاء والأقرباء هدايا للعروسين الجدد وقد نسيت من قدم وماذا قدم ولكني لم أنسى أبدا هدية خاصة أهداها لنا صديق عزيز وهي عبارة عن بضع توصيات اجتماعية تتلخص في تبادل الاحترام بين الزوجين وعدم نقد الآخر أمام الناس وحل المشاكل الداخلية فيما بيننا وعدم ترك أي مشكلة إلى الغد وكانت فعلا هدية ثمينة أفادتنا كثيرا في حياتنا بعد زواجنا بأيام طلبت مني زوجتي أن تزور إحدى قريباتها وتشارك في حفل أرسها فرفضت وقلت لها أن الأجواء الأمنية في تلك المنطقة متوترة جدا وأخشى عليها من الذهاب إلى هناك فقالت إذن نستخير الله تعالى قلت لها لا مجال الاستخارة هنا فالأمر معروف وواضح ومنطقة متوترة يعني ما في دائل الاستخارة وأصرت هي وأرفضت أنا ثم قامت هي وفتحت القرآن بنفسها وبدأت تبتسم بتعجب وقالت انظر إلى هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله فاقتنعت بعدم الذهاب ثم سمعت بعد قليل أخبار اشتباكات في تلك المنطقة المتوترة في تلك الأيام كنت أقوم بدور حلقة الوصل أيضا بالإضافة لطباعة الكتب بين أعضاء في حركتنا يأتون إلى لبنان للتدرب على السلاح في مخيمات فتح تحت ظل الإيرانيين وكان يومها الشهيد جابر اللي هو طالب العليلي يمضي يمضي فترة تدريب في مخيم برج براجنا فقامت الطائرات الإسرائيلية ذات صباح من شهر رمضان عام 1978 بمهاجمة المخيم والمعسكر الذي كان يتدرب فيه ولأنه كان جالسا يقرأ القرآن بعد السحر والصلاة فقد سمع دوي الطائرات المنخفض وقفز بسرعة إلى أحد الخنادق وقصفت الطائرات المعسكر وعندما عاد من الخندق وجد فراشه ممزقا بالرصاص هو كان علي أيضا أن أعد شحن سيارة بالأسلحة بالتنسيق مع حركة فتح لإرسالها حسب الظاهر إلى إيران في أيام الشاه وفي الحقيقة كنا ننوي إرسالها إلى العراق ونزلت في اليوم الأخير من رمضان من بيتي الذي كان يقع في الطابق الخامس في الشياح ولست أدري لماذا فكرت وأنا أنزل الدرج بأهمية العين والأذن والفم واليد وسائر الأعضاء وتساءلت في نفسي عن درجة أهمية الرجل للإنسان بالمقارنة مع سائر الأعضاء هكذا خطر في بالي نزلت من الدرج وذهبت إلى صيدة لتنفيذ مهمة جلب السيارة وعمل مخزن سري لها وجلب الأسلحة وتعليبها في تلك السيارة بواسطة حركة فتح وتأخرت ذلك اليوم إلى منتصف الليل وكان السائق الذي حمل صندوق المتفجرات والأسلحة متعبا ومستعجلا ومتأخر الوقت كان يعني وفجأة اصطدمنا بسيارة عاطلة ومتوقفة في أحد المعطفات في جنوب لبنان وشاهدت بعض الرجال يقفزون من حولها عندما اقتربنا منهم ولم أتذكر ماذا حدث بعد ذلك يعني اصطدمنا بها إلى أن جاءت سيارة الأسعاف وبدأوا يحملوني من الأنقاض وأنا أنزف الدماء وكانت رجلي اليمنى محطمة ورأسي مشحونا بالزجاج ويدي مدمات وكتفي مجروحة ثم وتم نقلي إلى مستشفى غزة في مخيم شاتيلة في بيروت وهناك جاءت زوجتي وعمي يعني والدها وسألوني عن كيفية الحادث وسبب كسر رجلي فقلت لهم كنت أحمل صندوق كتب تحت مقعدي تحت مقعد السيارة يعني أمامي في السيارة وأثناء الحادث تسبب بكسر رجلي وبعد قليل جاء المحقق العسكري من فتح ليسألني يحقق في الموضوع ويكتب تقرير يعني فقلت له بأني كنت أحمل صندوق أسلحة فأنكرت ذلك زوجتي وقالت أنه يخلط هذا تحت العملية أو تحت المخدر ولكني أشرت عليها بالسكوت واستغرب عمي ذلك ومنذ ذلك الحين عرفوا بأني أخفي شخصية ثانية تحت ستار تاجر الكتب وأني أقوم بأدوار سرية أخرى ولم يعرفوا ما هي ولم أعد ذلك اليوم إلى بيتي على قدمي إلا بعد أسابيع من العمليات الجراحية وعلى أكازين أثنين وعندها عرفت بدقة ماذا تعني أهمية الرجل وشكرت الله على أن أعطاني درسا مختصرا ونبهني بسرعة إلى تذكر نعمائه وفضله وحمدته كثيرا على سلامتي بعد أن كنت أفقد رجلي بعد إصابتها بالتعفن في مستشفى غزة لولا أن قيض الله لبعض الأصدقاء كالشيخ علي الخازم والأستاذ جهاد الذين بادروا إلى نقلي إلى مستشفى الجامعة الأمريكية وإجراء عملية سريعة وطبعا هأمدت الله على أنه لم تنفجر المتفجرات التي كنت أحملها في السيارة أثناء الأصدام وكانت الحادثة في يوم اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا ونفس اليوم سافر الإمام الخميني إلى باريس وبدأت أحداث الثورة الإسلامية في إيران تتلاحق وتتصاعد وأنا أتابعها من السرير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر